السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتوا طيبين وفي الخير كده وانا عمت هنين طبعا احب هنئ الشعب المصري والشعب العربي كده بحلول شهر الرمضان الكريم اقول لهم كل سنة وانتم طيبين النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل الزبادي الجميلة دي يعني طبعا في السيام لازم نعمل الزبادي الجميلة دي في بيتنا هنعملها بمكونات سهلة وبسيطة خالص يعني شايفين بقى كوة التماسك بتاعتها الجميلة دي من غير اي مكنة ومن غير اي ادوات كتير يعني كل الحليب كده هنجيبه ونعمل منه اللي احنا عايزينه طبعا هنعمل زبادي بالمنجة وهنعمل كمان زبادي سادة شايفين قد ايه كوامها متماسك وجميل جدا يعني مش قادرة اوصف لكو جمالها يعني احلى من بتاعت برة بمئة مرة طبعا كده قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش لايك وشاير وسبسكرايب لقنادي عشان اكبر من عليتنا بيكو اكبر واكبر ونبدأ كده على طول ونسميه على الرسول ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد نبدأ على طول بقى في الزبادي الجميلة بتاعتنا دي ومكوناتها ومقديرها سهلة خالص يعني كيلو من الحليب هنعمل منه اللي احنا عايزين بإضافة بسيطة خالص هنعمل بيها بقى اللي تعمل اللي احنا حبينا نبدأ كده على طول ونجيب كيلو من الحليب حليب كامل الدسم مش اللبن المعلب لأ عايزين حليب بفلاحي معي كده كيلو هاخده كده واروح به على النار هفضي كده في اي حاجة عندي هبقى هشتغل فيها واخده واروح على النار خدته بقى ورحت على النار هستنى عليه يغلي مش ان انا هسخنه لا يغلي ويبتدي يطلع معي كده شايفين بقى بيبتدي يفور زي هيفور كده اول ما لقي خلاص ان هو بيغلي ويفور اقوم طفي عليه بحيس اطلع منه اي مكروبات فيه خلاص كده اخده بقى واروح به على الرخامة استنت عليه بيرت خالص يعني بقى دافي مش اللي هو نار مغلية واجه عمله لأ يدفى يبقى يدوبك دافي من احنا نستحمل نمسكه بأدنا زي ما انا عملت كده يكون معي هنا كوباية من الزبادي طبعا كوباية الزبادي دي اللي هتديني طعم الزبادي النهائي يعني اي طعم زبادي نحبه نجيبه كوباية من الزبادي وعلى معلقتين اتنين من اللبن البودر ده لبن بودر انا معبيه كده عندي باستخدم منه على طول ممكن نجيب بالكيس اللي هو الصغير اللي بيبقى بتلاتة جنيه اللي بيبقى موجود في المحلات على طول ونعمل منه طبعا انا هنا دفت اضافة بسيطة خالص حطيت زرة من الفانيليا تقدر تستغني عنها لو مش حابة انما انا بحب حطها بتضيع رحة اللبن معايا شوية بحس يعني الاطفال اللي ما بيحبوش رحة اللبن ما يبقاش باين معاهم تقدر تستغني عن الخطوة دي لو ما فيش مشكلة بالنسبالك خلاص بقى عندي الهندة هضرب بيه ما عنديش هندة هضرب بالمضرب السلك اللي بأدية يعني مضرب يده وكده وهضرب بيه بأدية المهم اننا اتأكد انه كل الزباد اللي معايا اتضربت كويس جدا وكل المكونات اللي انا حطتها اتقلبت كويس ممكن نحطها كمان في الخلاط خلاص كده هاجباها هنا واقحطهم في الكبيات بتاعتي طبعا لو احنا حبي نسكرها او نخلي الزبادي بتاعيتنا مسكرة نحط عليها واحنا بنقلبها كده تلات معالق سكر بس ما انقطرش بحيس ما تبقاش كمية سكر كبيرة فيها وتخليها تجيب معانا مال خلاص انا عايز اعملها سادة عشان انا لسه هعمل زبادي كمان بالمنجة فطبعا هتبقى المنجة مسكرة وفي عندي ما بيحبوش الحاجة المسكرة فيبقى عندي الطعمين لتنين نقدر نعملهم نجي بقى هنا للكيلو التاني جبت برضو الكيلو الحليب بتاعي بس دافي يعني دافي خالص مش اللي هو بارد لا دافي وجبت علبة الزبادي بتاعتي الاضافة بقى البسيطة اللي هنحطها تخلي معانا الزبادي بتاع من المنجة حطيت هنا معلقتين اتنين من اللبن البودر وتلات معالق من نستق ومعايا كيس من الايس كريم بتعمل منجة نقدر نغيره ممكن نحط فراولة ممكن نحط منجة وممكن ما نحطش خالص يعني زي ما احنا عايزين خلاص كده وابتدي درب فيه طبعا اللون يعني مش بمقادير معينة انا بحط درجة الايس كريم بتاعتي لحد ما اخد اللون اللي انا عايزاه يعني ممكن نكتر او نغمى اللون بتاعنا نحط معلقتين ثلاثة براحتنا اللون ده في ادينا ما بتفرقش معانا خالص خلاص كده انا اخدت الكوام اللي انا عايزاه او خدت اللون اللي انا عايزاه وجيت بقى هنا صبيته في الكبايات بتاعتي بالشكل ده طبعا كده عملت كمية كويسة جدا من الكيلوم ده وكيلوم التاني طبعا جيت هنا حطيت اضافة بسيطة خالص ودي مش ممكن نستغنى عنها لو احنا بنعمل في حاجة تانية غير صواني الالامونية انا حطيت هنا حوالي معلقة من الخل بحيث الصينية بتاعتي ما تزرقش يا ملهاش علاقة اصلا بالزبالي وحطيت مية مغلية يا دبك تغطي تلت الكوبايات اللبن بتاعتي بس كده حطيته بقى في فرن البتجاز مولعتش الفرن ولا عملت اي حاجة هياخد معي حوالي 12 ساعة عايزة تصرع المدة او عايزة تخلي الوقت بقى اقصر هنولع الفرن ندفيه ونحطه جواه الزبادي بتاعنا طبعا مش مستعجلة يعني انا بعمله كده الصبح وعلى بعض الصحور ان شاء الله يبقى جميل معايا لو انتي مستعجلة وحبا يتعمل على طول هنولع الفرن ونحطه فيه دافي يعني ندفي الفرن كده ونحط الزبادي بتاعتنا دي جواه دافية هتاخد معايا حوالي 6 ساعات او 5 ساعات وهتبقى كوامها جميل جدا انا مش مستعجلة عليها وما بحبش اولع الفرن يعني لحاجة مش مستهلة فبسيبها كده على طول في الصينية بتاعتي بتاخد معايا بقى 12 ساعة براحتها خالص انا كده كده واخدى وقت فيها يعني انا بعملها الصبح على بعض الصحور ان شاء الله وعلى قبل الصحور يعني نيجي نعملها كده قبل الصحور هنلاقيها اتعمالي الوص شايفين بقى كوام بتاعها وتعمل منجا يعني ناكهة جميلة ومميزة ونقدر نعملها بالفرن لو حبين بس الاولاد بيحبوا المنجا فاللي احنا حبينه نقدر نعمله طبعا مسكرة يعني مش هنزيد سكر ولا اي حاجة هياخدوا ويأكلوا كده زي ما هم عايزين طبعا انا على طول بعمل الوصفة دي او الطريقة دي معتمدها في بيتي على طول ما شاء الله عليها جميلة وكمال موفرة يعني طبعا بيت الزبادي من بره كميتها صغيرة مش هتقضي معانا تعمل كتير بس يعني وسعرها كمان غالي انما دي احنا عملناها في بيتنا ما شاء الله شايفين الكوام بتاعها اصلا وكوة التماسك بتاعتها جميلة جدا ايه طبعا لو حبيين ايه نحط اه هم نعمل زبادي تاني يعني هنعين كوباية من اللي احنا عملناها دي هنعمل منها للمره اللي بعدها يعني مش شرط إن احنا كل مره نشتري علبة الزبادي من بره عشان نعمل كيلو الزبادي لأ هي او مره بس هناخد كوباية الزبادي اللي احنا هنشتريها منبره من تعم мин اللي احنا حبيين الزبادي تبقى منه او شكله هنجيبكو كوباية ونعمل بها الكيلو بتاعنا ثم نسيب كباية من الزبادي سادة نسيب كباية كل مرة نعمل بها يعني يبقى عندنا خميرة كده نبدأ عليها او نعمل عليها كل مرة يعني كيلو هيتطلع معانا بقى نعمل منه كم مرة هو اول مرة نشتري الكباية من بره نعمل بها وتاني مرة ناخد بقى من اللي احنا عملناها احنا هو ده المقصود بس وخلاص كده الزبادي بتاعتنا تكون جهزت وخلصت ما شاء الله عليها يعني شايفين بقى كوة التماسك بتاعتها دي جميلة جدا لو سبناها كده فترة طويلة ما بيجرلهاش اي حاجة لان هي متمسكة جدا جدا طبعا اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات وطبعا هستنى منكم تعليقاتكم الجميلة زي كل مرة ان شاء الله وطبعا يسعدني وشرفني كده اندمامك لعلتنا لو اول مرة تشفيلي فيديو واكون شكرا كده افضائي طبعا انا خلصت الزبادي بتاعت دي هاجب بقى الغطيان بتاعتي وحفظها انا على طول معتمدة طريقة دي في بيتي وعندي غطيان جميلة للكوبيات بتاعتنا طبعا اديك فكرة للغطاء الجميل ده طبعا دي كوبيات اصلا كنا شارين فيها جبنة كده لا ذكرى اسماءها يعني بتبقى جبنة كريمي بيبقى لها غطاء فطبعا انا بخسل الورقة اللي بتبقى ملزوقة عليها ومعتمدة بقى الطريقة دي على طول نعمل كده الزبادي ونغطي ونعين في الثلاجة تقود معي حوالي 15 يوم في الثلاجة يعني من اسبوع لاسبوعين براحتنا خالص ما بيجرالهاش اي حاجة طبعا احنا حافظنها بالشكل ده وبكده اكون خلصت بقى فيديو النهاردة اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة